لكن بداية هذا الموضوع وأنا بتكلم بتأكيد عن الحدث الأبرز في هذه الفترة فوز منتخب مصر بالأمس على منتخب غانا بسلسة أهداف مقابل هدفين الميزة في هذا الانتصار ومكسب السلس نقاط وتأجيد تأكيد الصدارة والتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهي أن المنتخب بالأمس كان هناك روح وإصدار وعزيمة لدى اللاعبين من أجل الفوز بهذه المباراة وإسعاد الجماهير المصرية في كل مكان وده كان شيء مهم جدا بالنسبة لنا بغض النظر عن الأمور الفنية والشكل الفني والتاكتيك اللي بيؤدي بالمنتخب في المباراتين سواء أمام مالي أو حتى منتخب غانا الروح والعزيمة والإصرار وروح التحدي فكرة أن انت بترفع اسم بلدك وعالم بلدك وانت في نفس الوقت عايز تحقق طموحك أو توصل للطموح اللي انت عايز تحققه أنك تتأهل إلى أولمبياد تاكيو في العام القادم ده هدف مهم جدا وده بيدل أن هذا الجيل هناك روح كبيرة جدا في هذا الجيل وده كان بينقص المنتخبات الوطنية خلال الفترات السابقة هذه الروح كنا بنتميز بيها في منتخب الأول اللي شارك في 2006 و2008 و2010 لكن الفترات السابقة كنا بنفتقد هذه المسألة يعني باستثناء منتخب مصر لتأهل لكاس العالم في روسيا 2018 لكن بالأمس يبدو أن هناك جيل صاعد وبقوة في المرحلة القادمة هيكون مثال يحتزى به في تشريف المنتخبات الوطنية والمنتخب الأول بإذن الله في المرحلة القادمة لسه المشوار ما انتهاش لسه عندهم كذا خطوة في المرحلة الجاية أولها طبعا التأهل إلى توكيو صيف العام القادم ثم إن شاء الله المبارنة هي والفوز بالبطولة كلها خطوات بإذن الله إن شاء الله يكون فيها التوفيق حليف المنتخب الوطني